شارك السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في جلسة النقاش العام الطارئة بشأن مناقشة الارتفاع المثير للقلق في أعمال الكراهية الدينية المتعمدة والعلنية المتجلي بالتدنيس المتكرر للقرآن الكريم وخلال الجلسة شار السفير بوشيري لأن روح التسامح والإخاء والإنسانية ضمن الرسائل الخالدة التي حملها القرآن الكريم إضافة إلى أن قيم التعايش واحترام الآخر هي من أكبر القيم التي دعا لها الدين الإسلامي الحنيف وأكد السفير على أن هذه الحوادث ومثيلاتها تتنافى مع الحرية الدينية وقيم التسامح والتعايش الإنساني وتولد الكراهية والتطرف والعنف علاوة على أنها تتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية وأعاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية التذكير بدعوة جلالة ملك البلاد المعظم للمجتمع الدولي أنه أصبح لزاما العمل وبشكل جدي وعملي على إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية لجميع صورها وأشكالها ترجمة نانسي قنقر